السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد دايما مع الوصفات سهلة وسريعة يجبت لكم دي سباكيتي بالبولي يجو بزاف بلن فهذا الوصفة نسحقه صدرت الدجاج اللي نكون قطعناه شرائح تكون صغيرة باش تمتم اي طيب ندي له شوية تاع الملح اغاد ندي له تاني شوية تاع فلفل لكحل شوية تاع بابريكا ندي شوية تاع السكنجبير وشوية تاع توابي الخاصة بالدجاج قدرت معاه تاني فاس تاع توم صغير ومغرف صغيرة باشي مع مرة تعمو تاعت وشوية تاع الكيتشاب لما غينات تنجمو تزيدو وتنقصو على عساب الدوقت تاعكم زي ثاني شوية تاعصير الليمون نخلطها ملح ونخليها على جياء نسحقو فلفل خضراء فلفل حمراء فلفل حار والبصل قطعتهم قاع شرائح بالطول بهذا الشكل تجمو تزيدو خضر واحد اخرى اذا بغيتو ندي المقلطها يتحمى ملاح ندي فيها شوية تاعزيت وغادي نحمر هدوك الخضر اللي كنت قطعتهم لنا تكون قاوية شوية نحمرهم ملاح بخليهم شحتة اللي يدوبوا ويطلقونا الماء خليهم يتحمروا ويطلقونا البنتاحم في الزيت بعد كي نشوفهم تحمروا الاخرهم على جيها ونزيد عليهم الصدر تاع الدجاج اللي كنا قطعناه نحمره هو تاني بالخفرنا مقطعناه قطع صغيرة غادي تمتم يطيب ويتحمر من بعد كي نشوف البولي تاعنا طابلنا نخلط كل شكل الخضر مع البولي ونخليهم مدة زوج دقائق فوق النار ونزيد عليهم السباكيتي اللي كنت تغليتهم في الماء والملح وقطرتهم ملاح نخلط ملاح البولي والخضر مع السباكيتي باش يتدخلوا لملاح في الوسط ونطفي النار بطبق السباكيتي اللي كنت تقدمه مباشرة نجمو وزيدو عليه شوية الفروماج غابي من الفوق ولا ليزر دو بروفنس تاني يعطونا بالنشابة في السباكيتي هذه هي الوصفة تعالي ومشاء الله تكون عجبتكم متلعقوا في وصفات جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة